تشكيل المناسبة التي يمكن أن يبدأ فيها تشافي وانشلوتي في مباراة الكلاسيكو بكرة وحالي أن أريكم تعالوا قليلا ونبدأ في ريال مدريد على مستوى حراسة المارمالوني لأن كيبلا لا يسطح لمباراة كورت القدم أبداً وشوفنا هذا الشيء في مباراة أتلتكو مدريد أما رباع خط الدفاع ميندي ناتشو روديغير وداني كارفخال على مستوى خط الوسط لدينا رباعه مؤلف من توني كروس بيليغهام فالفيردي واتشواميني أما على مستوى المقدمين في نيسوس جونيور ورودريغو وفي كثير أشخاص حتى إبراهيم دياز المتعلق مؤخراً إلى الآن ما بشوفه يستحق الأساسي بمنتهى الصراحة لأنه لازم كارلون شلوتي يلاقي توليفي خاصة بين دياز ورودريغو في نيسوس جونيور لذلك اخترت رودريغو في نيسوس جونيور اليوم أما على مستوى برشلونا في حراس المرمال بينا وبعد خط الدفاع بالدي كريستينسين أراوخو وكوندي في ظل إصابة كانسيلو أما على مستوى خط الوسط بيدري بعد ما صار جاهز تماماً دي يونغ وغان دوغان ثلاث خط وسط كان يعطينا مؤشرات إيجابية بالإصابة بيدري وليون بيرجع من أول وجديد وأمامه فرصة ذهبية لإثبت نفسه أمام مباراة مثل الكلاسيكو أما على مستوى المقدمي جواو فيليكس بعد تألقه في المباراة الماضي فيران توريس بادال رافينيا الذي متراجع مستوى وليفان دوفوسكي في المقدمي هاي توقعاتنا التشكيلية أو هاي التشكيل الأفضل اللي ممكن يبلش فيها كل الفريقين فهم حاجة وفهم كلاسيكو سلام